يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم أجريت قرأة تصفيات الماهلة لبطولة كأس الأوم الأفريقية 2023 في كودفار مصر وعد في مجموعة ملاوي وغينيا والمنتخب الأسيوبي مواجهة أو منتخبات تبدو على الورق ميسرة ولكن 3 منتخبات شاركت في آخر بطولة أو آخر نسخة لكأس الأوم الأفريقية وبالتالي هي مجموعة مش سهلة مش بسيطة زي ما الناس النهاردة هيئة الأمور ولكن طبق مصر هي الورقة الأهم في هذه المجموعة بحكم التاريخ وبحكم أيضا الحاضر وبحكم كل شيء هي دي مجموعة مصر أمام حضراتكم غينيا وملاوي وأسيوبي أما باقي مجموعات هذه التصفيات فتضم المجموعة الأولى هنشوف المجموعة الأولى حالا مع حضراتكم المنتخب النجيلي ومنتخب سليون ومنتخب غينيا بساو وساو تومي ومنتخب موريشيوس المجموعة الثانية منتخب بوركينا فاسو وكاب فيردي وتوجو وأي سواتيني دي المنتخبات أمام حضراتكم المجموعة الثالثة الكاميرون وكينيا ونميبيا ورواندا والمجموعة الرابعة بروندي عفوا المجموعة الرابعة هي المجموعة المنتخب المصري مع غينيا وملاوي والمنتخب الأسيوبي المجموعة الخامسة غانا مع مضغشكر وأنجولا ومنتخب أفريقيا الوسطى المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر مع أغندا والنيجر وتنزانيا والمجموعة السابعة منتخبات مالي والكونغو وجنبيا وجنوب السودان والمجموعة الثامنة منتخبات كوديفور وزنبيا ومنتخب ليسوتو ومنتخب جزر الكومر المجموعة التسعة الكونغو الديمقراطية والجابون وموريتانيا والسودان والمجموعة العشرة تونس وغينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا والمجموعة الحداشر مجموعة المغرب وجنوب أفريقيا وزنبابوي وليباريا والمجموعة الأخيرة مجموعة السنغال وبنين وموزنبيك ورواندا دي منتخبات تصفيات كأس الأمم الأفريقية منتخبات كبيرة ومهمة والمنافسة مسهلة بيسعد منتخبين من كل مجموعة حالكم برضو تتطمنوا شوية ولكن المنافسة مسهلة المنافسة مش سهلة على مصر طبعا فيش حاجة مش سهلة بس هم نتكلم كورة كورة نحناخد حذرنا وناخد كل الإمكانيات اللي عندنا عشان ندهى نشتغل بيها في تصفيات هذه البطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 طبيعا نحن نسعد والطبيعا نحن ننافس والطبيعا نحن نفوز بكأس الأمم الأفريقية ده حكم التاريخ ولكن الواقع والحاضر نحن نلعب بجد واكتهاد عشان نوصل للمبتغة مبتغة الوصول لكل البطولات والفوز والمنافسة عليها طيب دي تصفيات كأس الأمم الأفريقية أقول لكم شوية معلومات عن المنتخبات اللي هتشارك مع مصر في هذه المجموعة ونتكلم الأول على منتخب ملاوي منتخب ملاوي شارك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون وتواجد فيه المجموعة الثانية بجانب السنغال وغينيا وزنبابوي احتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد أن فاز على زنبابوي 2-1 وتعادل مع السنغال 0-0 وخسرة من غينيا 1-0 يعني منتخب مش هين منتخب ملاوي أيضا تأهل إلى الربع النهائي وخسرة من المغرب 2-1 وضع البطولة المهاجب جبدينهو مهينجو أبرز داعبي الفريق يلعب في أولاندو بايرتس الجنوب أفريقيا وتبلغ قيمة التسوية 775 ألف يورو منتخب بغينيا الشارك في كأس الهم الأفريقية الأخيرة بالكاميرا وتواجد في المجموعة الثانية بجانب السنغال وزنبابوي وملاوي احتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط بالفوز على ملاوي 1-0 وتعادل مع السنغال 0-0 الخسرة من زنبابوي 2-1 لعب مع جنبيا في رابع النهائي وخسر 1-0 ووضع البطولة أبرز لعبيه طبعا لحراركم عارفينه نابي كايتا لعب ليفربول تبلغ قيمة التسوية 30 مليون يورو ولياكسا مريبة لعب زج الألماني وتبلغ قيمة التسوية 10 مليون يورو منتخب بغينيا أيضا من أبرز لعبيه أماضو ديوارا لعب روما تبلغ قيمة التسوية 8 مليون يورو وفرانسوا كمانو لعب لوكموتيف موسكو تبلغ قيمة التسوية 6.5 مليون يورو أيضا سوري كابا لعب ميتلاند وتبلغ قيمة التسوية 2.5 مليون يورو ده المنتخب الغيني منتخب السوبيا شارف كاس الأمور الأفريقية الأخيرة بالكاميرون وتواجد في المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وبركينة والرأس الأخضر احتلل مركز الأخير بنقطة واحدة بالتعادل مع بوركينة 1.1 والخسارة من الكاميرون 4.1 والخسارة من الرأس الأخضر 1.0 أبرز لعبي أو أبرز لعب في قائمته طبعا شميل سبيكلي لعب الجونة والمعروف في الدولة المصري تبلغ قيمة التسوية 300 ألف يورو وأجدوجه بنوم لعب القادسية الكويتي وتبلغ قيمة التسوية 175 ألف يورو دول الأبرز في لعبي المنتخبات اللي هتشارك مع منتخب مصر إن شاء الله في تصفات كاس الأمور الأفريقية 2023 ترجمة نانسي قنقر